ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية وايضا نرحب بأصدقائنا الكرام فأهلا ومرحبا بكم اصدقائي حديثنا في هذا اليوم سيكون عن زرع الامل في قلوب اليائسين وفي قلوب الذين فقدوا الامل بالحياة وكيف نستطيع ان نزرع فيهم حب العمل وحب البهجة وحب الاستمرار بالحياة الى ما شاء الله سبحانه وتعالى وهذا الامل هو رحمة من الله سبحانه وتعالى حيث ان النبي صلى الله عليه وآله قال لولا الامل لما ارضعت ام ولدها وما غرس غارس شجرة يعني ان لولا هذا الامل الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين وفي قلوب الناس لم ترضع حتى الام ولدها فهذا الامل يجعل الانسان متفائل ويعمل بجد بل شو هو الامل احسنت فالامل هو رحمة من الله سبحانه وتعالى فعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال الامل رحمة لامتي ولولا الامل ما ارضعت ام ولدها ولا غرس غارس شجرة يعني ان هذا الامل هو رحمة من الله سبحانه وتعالى وهبه لنا لكي نكون بنشاط ونعمل بجدية في هذه الحياة لكي تستمر سلسلة هذه الحياة الى ان ينتهي اجل الانسان او الى ما شاء الله سبحانه وتعالى وايضا ان النبي عيسى عليه السلام رأى عجوزا يحرث في الارض كانت بيده مسحافة يحرث في الارض فالنبي عليه السلام دع الله سبحانه وتعالى ان يرفع منه هذا الامل فعندما رفع الامل من هذا العجوز ألقى هذه المسحافة في الارض ونام على الارض فبعد انه صار كسول ما بيحيل ما لخلوك ان من اسوي ان من احرف فبعد هذه المدة دع النبي او سأل النبي عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ان يذجع عليه الامل فعندما اذجع الامل قام العجوز واخذ المسحى وحرث الارض من جديد بكل قوة ونشاط فجاءه النبي عيسى اجي الى قال له شون اللي صار قبل قليل قال له قبل قليل انه انا حدثتني نفسي قالت انت رجل كبير وتعبان فارتاح فانا لقيت ما بيدي وابتاح ابرهاي بلحظة فايضا حدثت من نفسي قالت لا لازم تجد ولازم تشتهد ولازم كذا ولازم كذا الى اخره فرجعت بكل قوة ونشاط الى ان احرث هذه الارض فاذا ان هذا الامل هو رحمة من الله سبحانه وتعالى يعطينا النشاط والحيوية والاقبال على العمل بكل جدية ولكن هذا في قبال هذا الامل الايجابي اكو امل سلبي اكو امل محبب اكو امل مذموم في روايات اهل البيت منها ان يستمر الانسان بالمعاصي والذنوب الى مدة على امل ان يكبر ويتوب مثلا او ان الانسان لا يعمل على امل ان يغنيه الله سبحانه وتعالى مثلا بالمستقبل يترك العمل يترك الدراسة يترك كذا فهذا الامل مذموم في روايات اهل البيت حتى ان الامام زين العابدين في دعاه يسأل الله ان قال ربي اللهم رب العالمين اسألك من الامال اوفقها اوفقها يعني ان الامام يسأل ان الله سبحانه وتعالى ان يوفقه لأفضل الامال لان هناك اامال مذمومة في روايات اهل البيت تذم الروايات هذه الامال التي تحبط من عزيمة الانسان على الاقبال الى الله سبحانه وتعالى او على مساعدة الاخرين لا هذا بعديا لا هذا التشيلاء وهكذا فهذه الامال ذمت في روايات اهل البيت وايضا عن الامام علي عليه السلام في دعاء الصباح انه قال وَإِنْ أَسْلَمَتْنِي أَنَاتُكَ لِقَائِدِ الْأَمَلِ وَالْمُنَى فَمَنْ الْمُقِيلُ وَعَثَرَاتِي مِنْ كَبَوَاتِ الْهَوَى يعني الامام يسأل الله سبحانه وتعالى يقول له الهي اذا اسلمتني انت اذا تركتني للامال فمن اللي راح ينقذني من هذه الذنوب يعني الامل يسوف الانسان باشر 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 بعد يوميا بعد كذا بعد السنة الى ان تمضي الحياة وتنتهي قافلة المسير به الى نهاية او عاقبة غير جيدة فاحنا وياكم ان شاء الله اريد ان يكون ممن يزرع الامل في قلوب الناس وممن يعطي الطاقات الإيجابية لأجل ان يعيش الانسان بحياة جيدة و اكو باعماركم اطفال الان يعانون فان شاء الله راح اروح احنا وياكم باذن الله سبحانه وتعالى الى مستشفى الامراض السرطانية وراح اكو باعماركم هل روحتنا الى فايدة لهم ان شاء الله راح تكون ديها فايدة جدا عظيمة لان راح نطيهم طاقة انتم تطونهم طاقة ايجابية لان يستمروا بمقاومة هذه الامراض وان شاء الله يكون الشفاء العاجل لهم شوفتهم لكم راح تطيهم دافع معنوي على التشبث بهذه الحياة وان يكونوا في طاعة الله سبحانه وتعالى فانتم بحضوركم و بوجودكم مع هؤلاء الاطفال او هؤلاء الشباب راح يكون جدا مفيد لهم وراح يزرع بهم الطاقة الايجابية اللي تجعلهم يقاومون هذه الامراض ويقاومون هذه البلاءات باذن الله سبحانه وتعالى فان شاء الله اذا وصلنا الى المستشفى فأريدكم تكونون بشوشين بوجوههم وتكونون ترحبون بهم وان لا تسمعونهم كلمة يأس فزرعون بهم الامل وزرعون بهم حب المقاومة لهذه الامراض انه يجاهد نفسه ويجاهد ويجاهد الى ان الله سبحانه وتعالى يشفيه من هذه الامراض فان شاء الله ان هذه الاعمال سيكون ثوابها عظيما عند الله سبحانه وتعالى فان النبي صلى الله عليه وآله وردت يعني عنه وعن اهل البيت عليه السلام روايات كثيرة في زيارة المريض وفي ثواب زيارة المريض فان شاء الله احنا راح نزورهم ونطيهم دافع ايجابي الى الاستمرار بالحياة اكثر فاكثر وان شاء الله يتواصلون في مسيرة هذه الحياة ونسأل انه انتم كون انتم واصدقائكم واللي تعرفوه انه لا تخلون واحد بيأس تحثون الناس على المساعدة الاخرين سواء عطاء معنوي او عطاء مادي او اي شيء من العطاء يعني لا تخلون واحد يأس في هذه الحياة لان ثواب زرع الامل جدا عظيم يعني زرع الامل الامل الاجابي بالانسان فتخلي الانسان في غاية القوة والنشاط لان ايمان علي عليه السلام يقول من كفارات العظام اغاثة الملهوف من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف فهذا الانسان اليائس في قمة الامل واللهفة الى من يمد يد العون اليهم يعني ينتظر كل انسان انه حتى لو بسمة تتبسم بوجه هو راح شوي يبتاحه يصير بطاقة ايجابية فان شاء الله راح نوصل وياكم في الحلقة القادمة راح اردوح الى المستشوى الامراض السرطانية ونزرع وانتم ايضا تزرعونه في قلوب هذه الاطفال الامل وحب الاستمرار بهذه الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى اذا اعزاء المشاهدين واحنا احببنا ان يكون نهاية هذا البرنامج او نهاية هذا الموسم في مستشفى الامراض السرطانية لاجل ان نزرع الامل في قلوب هؤلاء المرة باذن الله سبحانه وتعالى وانتم ايضا لا تقصرون في زرع الامل في قلوب المرة والمستضعفين من الناس لان ثواب هذا الشيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى فعلى امل ان نلتقيكم في الحلقة المقبلة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وإياكم الى خدمة المؤمنين وإلى نصرة الامام صاحب العصر والزمان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان